كثرت في الأوينة الأخيرة نتائج العملية الانتخابية ليست تلك التي تخرج من صناديق العد والفرز اليدوية إنما هي نتائج الحراك السياسي والإطار التنسقي الذي يجد طريقا مختلفا غير طريق السياق الدستوري وتوقيتاته لكنه ليس اعتراضا على الدستور فالإطار جاء بجديده بتقديم مبادرة تحدث بها زعيم تيار الحكم عمار الحكيم عن إلغاء قانون الانتخابات واختيار رئيس وزراء توافقي وإلغاء المفوضية وإنجاز انتخابات مبكرة بعد سنتين خروج من الانسداد السياسي الحاصل لغرض تشكيل حكومة قوية ومستقرة وقادرة على إدارة مسؤولياتها بشكل صحيح المبادرة التي تنتظر الإطلاق ربما بعد اجتماع قادة الإطار التنسقي في منزل رئيس دولة القانون للمالك تتحدث بعنوان الحكيم الأول عن ضرورة إنهاء الانسداد السياسي وتغيير طريقة إجراء عملية التصويت في البلاد لتكون بآلية العد والفرز اليدوي فقط كل هذه التفاصيل مشرعة على طاولة الإطار ومبادرات للوصول إلى رأي يدعم نجاح العملية السياسية في المقابل فإن الشارع العراقي الذي يؤيد جزء واسع منه ألية الانتخابات التي جرت ونتائجها يسير على نهج سياقات الدستور وينتظر الوصول خلال أيام قليلة جدا إلى إعلان نتائج الانتخابات النهائية والسير بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن قال القضاء كلمته الفصلة في الأثناء فإن حق الاعتراض وإيجاد مبادرات أو تقديم أطروحة هنا وهناك من شأنها تعزيز العملية السياسية بالحراك الفاعل بين كل القادة والكتل السياسية في البلاد هذا الحق مكفول بعيدا عن محاولات خارجية في تغيير مقادير الطبخة السياسية في البلاد أو تغيير المجرى إلى دموي وفوضوي وهو ما يرهق العراق السياسي والشعبي في دوامات جديدة من التدهور ما لم يبقى زمام العملية بأيدي العراقيين دون إملاءات خارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر